بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اللي حابين يستفادوا فعلا من بنارة مزرعية اهلا بحضراتكم اللي حابين يزعجونا يعني ياريت ما تقربوش للقناة ده وحتى اللي عايز الشارك قولوله ما تشتركش تمام؟ انا النهاردة بتكلم عن زراعة شتلات الطماطم تحت الخيار تمام؟ العملية دي يا جماعة ايه فيديتها من الاول وايه الشروط اللي لازم نعملها تمام؟ اقعد معايا الله يهديك اللي حابب يستفاد مش حاجز يستفاد اهلا وسهلا بحضراتك ممكن تكتب دانس او رأس وتروح تشتغى تسمع بعيد عنها يعني تمام؟ اول حاجة يا جماعة في القصدية لما يكون عندك الخيار غالي تمام؟ وانت جايلك موجة موجة حرارة تمام؟ لان موجة حرارة عايزة اعمل ليه؟ عايزة ازرعى الطماطم بدري في الكويت ما ينفعش معاقر في الطماطم تمام؟ عشان التوتا ابسلوتا وعشان درجة الحرارة والعقد اللي هيحصل مش هيبقى كويس طب نعمل ايه في القصدية؟ والله انا بخلي الخيار زي كده هوت عشان استفاد انا عندي المفروض زرعتين بس في الكويت من واحد تمانية وبنهي باذن الله المفروض في اخر خمسة طيب انا عايز احط زرعة في النص كده فبزرع الخيار اللي قدامك ده طيب ايه فايدة الخيار دهوت؟ والله الخيار دهوت بقى يعني انا حشر في النص كده محشور في النص كده تمام؟ طيب عايز ازرع بقى طماطم طب الخيار لو اسعاره كويسة او الخيار عندك لسه كويس طب بتعمل ايه؟ بنعمل الحركة اللي انتو عم شايفين هدية بنقلم الخيار تحت تمام؟ وبعد ما بنقلم الخيار بالطريقة اللي انتو شايفين هدية فبنبدأ نحط شتلات الطماطم دي ممكن خمستاشر يوم بالزبط اسبوعين وبنبدأ نشيل الخيار لما بنشيل الخيار جدر الخيار معروف ان هو ضعيف بنحط ايدي جنب الشتلة تمام؟ الشتلة ديت عشان وانا بشيل الجدر الخيار ما يعمل لهاش ازعاج بيحط ايدي على الشتلة وبشد الخيار اللي فوق بيطلع وانتو عارفين الجدر بتاعه اساسا يعني ضعيف جدا تمام؟ وسطح دايما انا بمعمل ليش مشكلة يعني تمام؟ وبعد كده ببدأ اشتغل مع الطماطم كويس بس العملية ديت لها شروط يا جماعة ارجو ان محدس يعني يحيد عن الشروط اول حاجة عندك العملية تكون فعلا يعني ضرورية انك تعملها يعني ما يكونش الخيار مثلا رخيص وتروح انت ايه عمل الحركة ديت؟ لا اقولك شي للخيار وازرع الطماطم احسن لك دي رقم واحد رقم اتنين لازم الزرعة عندك بتاع الطماطم لازم زرع الخيار نفسه يكون نضيف يكون نضيف خالي من الامراض وعلى رأسها العنكبوت انا البيض الزغبة ما خصنيش شاف الخيار قدامك نضيف ازاي؟ لازم الخيار عندك يكون نضيف فعلا يكون منتج كويس تمام؟ وما يكونش فيه عنكبوت لان العناكب بالنسبة لنا بتعمل لي مشكلة خالص ليه؟ لان العنكبوت ده هو يا جماعة هو المرض اللي هو مشترك ما بين الخيار وما بين الطماطم تمام؟ دي تاخد بالك منها كويس يازم تنظف قبل ما تزرع اولا تنظف الزرعة تقلمه وبعد ما تقلمه تبدأ حضرتك تكنس كل التقليم ده تطلع برا وبعد ما تطلع كل التقليم ده برا بتبدأ ترش رشت عنكبوت احمر تمام؟ مع مبيت حشري محترم ماشي عشان السقب المصة والعنكبوت هم المشتركين ما بين الخيار وبين الطماطم تمام؟ تنظف الزرعة كويس وتبدأ على بركة الله تعمل عملية خربشة تحت الخرطوم كده هو تعمل عملية خربشة تحت الهوز كده وبتعود لك يوم ولا حاجة وبتبدأ تزرع براه براه الطماطم بتاعتك طبعا الشتلات تكون قوية تمام؟ وتاخد بالك في فترة الخمستاشر يوم برضو تدي رشتين او ثلاثة يعني كل خمسة ايام هتدي رشة الرشة دي هتكون ايه؟ تكون اه يعني حتى لو تحت الارض بلاش ترش على الخيار تبقى ترش تحت كده هو الرشة دي عبارة عن رشة طبعا مش هتجي لك التوتة ابسولة لانك اصلا تحت خيار وما فيش عندك ايه طماطم تمام؟ فترش رشة محترمة كده والطماطم تحت الخيار عناكب وسقب ومصة تمام؟ وبعد كده هتلاحز حاجة يا جماعة هتلاحز بعد ما بتقلع الخيار في مشكلة ممكن تصادفك المشكلة اللي هي ممكن تصادفك دي هتكون ايه؟ المشكلة دي يا جماعة وانا اخد بالك هتطلع لك الطماطم دي لحظة بلحظة معاك بحيس انك انت مش هتنساها يعني تمام؟ مش مش انا ببرك فيديو كده وخلص لا دي انا هفرجك للاخر والجماعة بتقول الخميرة الله يهديكم براحة شوء عشان يتتعبتوني نفسيا من الخميرة يعني تمام؟ الخميرة انا 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 اللي انا حطته في دماغي فعلا هو اللي حاصل بس برا عشان تبقى المعلومة كاملة سيبها تكمل للاخر تمام؟ عشان بس ما تتعبنش بقصة الخميرة والله اللي اجربها لك كمان ان شاء الله في الطماطم يعني تمام؟ البطاطس كمان تمام؟ المهم هتلاقي الطماطم ابتدت معاك مجرد ما تبدأ اه تشتغل معاك والجدور بتاعتها تشتغل تمام؟ حاول تقلل عليها التخزية شوية تمام؟ دي حاجة الحاجة التانية ان حاول بره اول الطماطم ما تبدأ تشتغل كويس حاول تشيل الاوراق اللي تقلم الخيار كمان شوية تمام؟ قلم الخيار كمان شوية يعني خليه على طولك كده وانت واقف يعني المتر ونص ده اللي في اول النبات ده اللي هما من الارض من سطحه التربة لحد متر ونص ده شيل الورق بتاعه خالص ويسيب بس كفاية عليك اللي هو الخمسين سنط أو المتر اللي هو فوق ده هتديك انتاج كويس تمام؟ ما تزيدش عن خمستاشر اليوم لان الطماطم ممكن يحصل عنها سروالة تو السروالة دي اتبقاه او ان النبات يجري كده والسق بتاعته تبقى رفيعة لو انت بتتبع تغذية محترمة عمر القصة دي ما هتكون معك في الطماطم خالص تمام؟ طيب فرضا ان السق بقى طويل وطول زيادة عنه لازم بنعمله عملية ترقيد وما تنساش القصة دي خالص بنعمله عملية ايه؟ بنعمله عملية ترقييد بنرقد الطماطم طالما ترقدت الطماطم تمام؟ بالعكس بتجيب جدور عرضية كويسة جدا ومرها بتبقى زي الفل طيب المسافات يا جماعة اللي انت شايفها قدامك دي مسافات الزراعة بقى بتبقى ازاي؟ مسافات الزراعة انا بزرع على الاربعين سنتي طيب انا عندي بين النقاط والنقاط عشرين سنتي حاول تتفادى جدر الخيار وحاول ان الزراعة بتاعتك تكون ما بين نباتين الخيار تمام؟ بحيث لما بنقلع برضو ما يحصلش ايه مشكلة ولا حاجة تمام؟ طيب بعد ما بنقلع الخيار بقى المفروض بنعمل ايه يا برينس؟ المفروض يا معلم انك انت بعد ما بتقلع الخيار تمام؟ قبل ما تقلع الخيار اولا نازل تدي مياه كويسة خالص تمام؟ عشان لو شتلة حصل فيه خلل ولا حاجة كده مش مشكلة هتشتغل مكانها تاني انتوا عارفين التماطن اصلا بتشتغل على الاقل شيء تمام؟ بتدي مياه كويسة قبل ما تقلع الخيار وبتقلع الخيار بتاعك يا برينس تمام؟ و بتبدأ برضو تخربش جنب النبات تاني النبات اللي طول ممكن تجيب عليه تراب ما طولش النباتة وكمل معك عادي ما فيش اي مشكلة خالص هتحصل لك بالنسبة للاستطالة حتى الساق يعني لو هي استطالة معك زيادة لازم ممكن تردم عليها تردم عليها تراب تمام؟ والجو لسه بردي يعني تمام؟ غير بردي كمان احنا في داخل البيوت المحمية لما بنشغل التبريد في وقت الدور بتبقى امورك كويسة جدا بس يا ريت لما تردم لو قررك فيها املاح انا منصحكش انك انت تعمل عملية ترديم لو ارضك فيها املاح منصحكش انك تردم حوالين الطماطم لان دي بتعمل بتسجع على عملية الخناء او بتعمل عملية بسموها البلزمة وشرحتها اذا كذا مرة لو انت هتتبع برنورامة زراعة هتبقى بروفسير بس انت بقى مش عايز تتبع انت حري يعني فاهمني؟ فده كنت اللي عايز اقوله في عملية زراعة الطماطم تحت الخيار شكرا الله حضرتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته